اشتركوا في القناة الوقت اللي المفروض المسافة دي تاخده الوضع ده مش موجود في القاهرة بس ده موجود في عدد من المدن الكبرى في مصر موجود في المنصورة وموجود في اسكندرية وموجود كمان في مدن القناة طب هل هيستمر الوضع على هذا الشكل ولا وزارة النقل ابتدت بالفعل ان هي تتدخل وتقوم بمبادرات جديدة علشان حل أزمة المرور بيشرفنا النهاردة في الستوديو دكتور محمد العجرودي مستشار وزير النقل عشان يقول لنا وزارة النقل بتعمل إيه ومين دول لحل مشكلة المرور أهلا وسهلا يا فندم أهلا بيك يا فندم أقول لي يا فندم احنا عارفين ان مصر بالنسبة لنا كمصريين عايشين فيها بلد زحمة ولكن هل هي من الأكثر دول ازدحاما هل القاهرة من أكثر المدن ازدحاما ولا احنا لسه الشارع المصريية تستحمل المزيد من السيارات طبعا حتاك ضربت مثال بالقاهرة القاهرة يعني اقليم القاهرة الكبرى اللي هو القاهرة والجيزة والأليوبية خلالي نقول ان هو بيمثل حوالي ربع سكان مصر طبقا للإحصاءات يعني الأبضيط الأخيرة معنى ان هو يكون ربع سكان مصر معنى ان انت تتكلم على حجم حركة كتير جدا نتكلم على اكتر مثلا من 30 مليون رحلة يوميا محور 6 أكتوبر مثلا طبقا للإحصاءات في حوالي 350 ألف عربية يوميا عدد الرحلات اللي هو الكسيف ده بيساهم بشكل كبير في مسألة الاختناقات المررية لا بس ده كله بفهوم واحنا بنشوفه في الشوارع ولكن الوصف اللي حضرتك قلته ده هل يؤدي انه يجعل الطرق في مصر من الأكتر ازتحمل على مستوى العالم ولا لا الموضوع طبيعي جدا بالنسبة لهذه الكسافة السكانية في هذه المدن يعني خلينا نقول حضرك انه مسألة السكان طبعا مش هي كل القضية في عدد السكان ولا عندنا الصين مثال واضح يعني أنا كنت في الصين من حوالي أربع شهور وهناك بالمناسبة عندهم ازتحمات وعندهم برضو وقت الزروة اللي لو حضرك نزلت فيه مش هتعرف تتحرك بلابة عربية خاصة ولا حتى المواصلات العامة بتبقى مؤدية دورها بشكل قوي ولكن خلينا نحط المشكلة في حجمها احنا النهاردة عندنا في مصر مشكلة مرور طيب ايه هي الأطراف اللي هي بتؤدي دورها في موضوع الازدحام المروري ده عشان برضو ما نلقيش الموضوع كله على مكان واحد احنا عايزين نعرف حجم المشكلة عايزين نعرف أسبابها شوية وبعدين ايه هي بقى الخطوات اللي احنا كوزارة نقل حطين ايدينا على المشكلات وبدأنا نتحرك من خلال الحل كأحد الأطراف لأنه لما نجي نتكلم حضرك على مسألة المرور هنلاقي فيه عندنا طبعا وزارة النقل الموصلة بهيئاتها المختلفة سك الحديد وطرق الكباري والأنفاء والمترو والنقل النهري وغيره ده أحد الأطراف طبعا الفاعلة عندنا إدارة المرور أطراف الفاعلة كبيرة تبع على وزارة الداخلية طبعا وزارة الداخلية ودرات المرور اللي في الثلاث محافظات بقى أقول قاهرة اليوبية عندنا مدريات الطرق والنقل داخل المحافظة لأن كتير من المشاهدين ممكن ما يبقواش عارفين أن لحد النهاردة الطرق الداخلية اللي جوه القاهرة ما تتبعش وزارة النقل طيب حقيقة قلتلي خلينا نحط الأزمة في حجمه بس الغد الوقت ما قلتليش حجم الأزمة أنا لسه كنت بكمل لحضرتك فبالنسبة لأكمل بس بقية الأطراف لأنه مهم أننا نحن نبقى عارفين الأطراف اللي هي داخلة معنا في هذا الموضوع عشان لما نيجي نتكلم على الحل لازم كل جزء من هذه الأطراف يساهم بحتة من عنده قلنا مدريات الطرق والنقل في المحافظات التلاتة قلنا التخطيط العمراني عندنا كمان جمعيات التعاونية لنقل الركاب ده قطاع كبير المينباسات والميكروباسات اللي فيه من بعضها رسمي وفيه بعضها غير رسمي أو بشكل عشوائي والتوك توك والحاجات اللي هي الوسائل الغير منظمة عندنا مؤسسات المجتمع المدني عندنا سلوك المواطن نفسه يعني كل دي أطراف وإحنا بنتكلم على الأزمة المرورية ما نقدرش نقول لوزارتنا لوحدها ولا الدخلية لوحدها ولا الإسكان لوحدها مش عايزين نواجه أي الكلام في اتجاه أي وزارة من الوزارات إحنا مجرد أن إحنا عايزين نقف على الحضم المشكلة علشان نقدر يعني امبارح على سبيل المثال هدي الحدريك مثال امبارح وأنا بشوف أزمة المرور في دول العالم لقيت أن إحنا عندنا إحدى المدن في البرازيل اللي هي ساو باولو الزحمة المرورية بتوقف من الدائري علشان يخشه ساو باولو ل295 كيلو متر الناس بتقعد فيها بالأيام والسنة اللي فاتت في الروسيا كان فيه زحمة مرورية استمرت لأسبوع اضطر ساعتها أن الجيش ينزل ويعمل معسكرات إيواء على جانب الطريق ويقدم أكل وبنزين للعربيات لأن العربيات بتخلص منها البنزين وهي واقفة في المرور وبيلحقوش يروحوا للأماكن علشان يحطوا بنزين فبالتالي إحنا بقى عندنا شكل الأزمة إيه؟ وإيه المشروع الأخير اللي بتقوم بوزارة النقل للحل هذه الأزمة هو مشروع النقل الحضاري؟ يعني زي ما حركت فضلت في الأمثلة اللي اضربتها إذا كان في البرازيل إذا كان فيه دول كتير زينا عندنا يمكن من ضمن الدول اللي كانت حاضرة معنا في ورشة العمل ومدن بعينها إحنا بنقول إن فيه أكتر من 400 مدينة على مستوى العالم تعداد السكان فيها أكتر من يعني اللي هو الحد الطبيعي لمدينة إنها تبقى مليون مثلا إحنا القاهرة طبعا عدد دبق يعني القاهرة 20 مدينة في بعض تقريبا يعني القاهرة الكبرى زي ما بنقول يعني عندها حوالي 22 مليون من الثلاث محافظات بالإضافة إلى الناس اللي هي بتي أشغالها في القاهرة وتطلع عايز أقول لحضرتك مثلا إنه من ضمن الدول اللي كانت أو التجارب اللي احنا استعرضناها تجربة باريس، تجربة لندن، تجربة فانكوفر تجربة سنغافورة، تجربة بنجالو دي في الهند، ولاجوس كمان كل دي تجارب استعرضناها عايز أقول لحضرتك إنه يعني المشكلة اللي احنا فيها دي بتعاني منها دول تانية ومدن كبيرة زي القاهرة الكبرى أنا مثلا في أحد زيارات لبرشلونة بنراجع للسيستم بتاع المترو الـ underground metro حوالي 11 خط مترو برشلونة لتمثل يعني تقريبا تلت مساحة القاهرة والازدحان بتاعها حسنا بنبني في الثالث والرابع فانك أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا ودي ممكن مرتبطة بقى بمسألة جهازنا للحضري إن لما نخلص الـ 6 خطوط اللي احنا عندنا مفروض يعني خلان ليهم لمترو الأنفاء لو اعتمدنا بس على مترو الأنفاء بعد نهاية عمل الـ 6 خطوط مش هيكون قادرين على استيعاب الحركة بتاعت الناس في الفترة دي طبعا عايز أقف عند النقطة دي وبعدها نكمل حوار مع حضرتك والتوصيات اللي خرجتوا بيها من الورشة العمل دي ولكن عايزين نستطلع رأي الناس في الشارع ونسألهم إيه رأيكو في الزحام المروري في القاهرة وفي غيرها من مدن مصر أثبت المرور بقت صعبة جدا في مصر بتخلي الواحد عايش في ضغط النفس دي احنا كلنا عملين نخبط في بعض العربات زيك زي الملاهب الزب تاعت الأطفال كده العربية كلنا عملين نعاب خلاص كرينا العربيات هنشو أي حاجة للعربات نركبه يريت نعمل زي البلد اللي نجيبها عجل نجيبها أي حاجة وفيش هوراعة وقفة خالص وبعد الزحمة متلقيش سبب بدقي ليه طيب العجل كتير والعربات كتيرة والناس مش عارفة تمشي ولا العربات عارفة تمشي لا انا مشواري ممكن اول ما الطريب يفتح ما باخدش خمس دقائق لكن هنا باخد ممكن نص ساعة ربع ساعة الواحد ممكن يكون معها تسكيل الطيران ما حصلش للصبر بسبب مشكلة المرور ربنا يمتعنا منها على خير الحل اللي نضعف رجال المرور ونهتم شوية بالمرور ورجال الشرطة لان من غير المرور البلد مش هتكمل كتير ممكن نعمل نفع نعمل كبري أزود العرض بتاع الشارع في كذا حل الحل بقى عند ربنا الحل عفيد ربنا سبحانه وتعالى هل حل ان احنا نعمل حوار مجتمعي وناخد قراء الناس علشان نحل أزمة المرور؟ والله اذا احد ركاب دو احد الحلول لانه احنا محتاجين ان المواطن يبقى حاسس بالمشكلة وممكن يكون هو ساعات جزء منها يعني مثلا لا حراك شفت بعض الميكروباسات بتقف ازاي في الشارع بتعطل وراها حركة المرور ازاي ده بنعتبر كله من ضمن السلوك لما بنتكلم على السلوك عايز اقول حتة تانية كمان في موضوع السلوك سريع ومن هنا احنا بنقولها لكل المواطنين الحركة القطارات اللي بتقف كل شوية عشان الناس بتقطع خطوط السكة الحديد بتكلف هيئة السكة الحديد مثلا ملايين من الجنيهات وفي نفس الوقت بتعطى الناس عن اشغالها كل ده برضو بسبب سلوكية احنا محتاجين ان احنا نكون اكثر وعيا في هذا الموضوع ده دور المواطن طيب الورشة اللي حضراتكم عملتوها بالتعاون مع عدد من الدول عشان تطلعوا على تجربتهم نتج عنها بعض التوصيات اللي مشروع النقل الحضري هيعملها ايه هي هذه التوصيات؟ طبعا احنا عايزين نقول اول ان جهاز النقل الحضري هو غظفته ان هو يعمل سياسات ويراقب وسائل النقل المختلفة يحط خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد يعمل تحسين للانتاجية للخدمات بتاعت كل وسائل المواصلات يربط او ينسق بين وسائل النقل المختلفة احتراك مثلا لو تخيلت ان انت بتنزل من محطة المترو وتلاقي مايكروباس معين خط معينها تركبه يعني بيبقى فيه تكامل ونوع من اتصال الخدمات ببعضها ما ينفعش ان انا مثلا انزل من محطة سكة حديد وانا جاي من الاقاليم وعشان اركب المترو الاقي نفسي ان انا مضطرة امشي مسافة او اعدي كبري او اعمل حاجة فيه فكرة اسمها المحطات التبادلية اللي هي بتلاقي ان حضراك بتنزل من هنا تركب حاجة تانية احنا في وزارة النقل الحقيقة يعني من ضمن اهداف الجهاز ده المفروض ان هو يعملها انه يعمل نوع من التكامل بين الوسائل المختلفة يعني حضراك مثلا نظام التعريفة الموحدة او الكارت اللي حضراك ممكن تركب به المترو وتنزل منه تركب سكة حديد تنزل تركب ميني باس تركب توبيس نهري دي فكرة احنا بندرسها دلوقتي من ضمن الحاجات اللي ادرسها جهازا للحاضر داخل القهرة الكبرى وان كانت على مستوى مصر كلها بتدرس جوه الوزارة في حاجة اسمها مستر بلان او مخطط شامل لتكنولوجيا النقل الزكي امتى نحس بالنتائج بتاعت الحاجات دي فاني امتى نشوفها على ارض الوقت؟ والله يا حضراك بتتكلم على يعني المواطن عايز يشوف حاجة قدامه واحنا كلنا نفسنا لما حضراك تنزل من بيتك توصل لشغلك في مدة لحد ما ما تبقاش يعني كبيرة قد ايه يعني؟ يعني لو انتو عندكو في الوزارة ستاندرد او يعني زي معدل عايزين الناس تنزل يكون زمن الرحلة بتاعتها قد ايه جوه المدر؟ هو طبعا الحاجات دي لها برامترز او عامل مختلفة خلينا نقول ان الدراسات السابقة زي دراسة الجايكا اللي هي احنا بنعتمد عليها معاون الياباني اه هيئة التعاون الدولي اليابانية عملت لنا دراسات خاصة بالقاهرة وخاصة بمصر كلها احنا الان في عملية تحديث لهذه الدراسات احنا مش عايزين نبدأ من الصفر عايزين نبني على ما هو تم في السابق الجايكا كانت بتقول ايام بداية الدراسة في 2002 تقريبا كنا بنتكلم على متوسط 20 كم على الساعة ده سرعة العربيات وقالوا لو استمر الزحام بالشكل اللي موجود وما فيش وسائل جديدة او ضيفة ما حصلش تنسيق زي اللي هيعمله الجهاز ان شاء الله النقل الحضري ممكن توصل السرعة الى 9 كم في الساعة طبعا ده معدل يعني ضعيف جدا واحنا النهاردة منقول الجهاز ووظيفته بقى الاساسية نرجع عليها تاني ان حضراتك النهاردة محتاج تحط مخطط لحركة وسائل النقل المختلفة محتاج تعمل تكامل ما بينها ما بقاش التنافس وبس ما ينفعش انا نلاقي خط مترو في ايه خط باص وفي ايه مونريل وفي ايه مترو باص وحاجات تانية كتير كلها في نفس الرحلة لها محتاج اعمل نوع من التوظيف الجيد الحاجة اللي هي مثلا عليها حجم كبير بتأدي مثلا فيها حاجة زي مترو الانفاء دكتور محمد حاج بتقول لي ان هو الجهاز مهمته التخطيط وبالتالي هينتج عنه في الاخر زي ما نقول خطة رئيسية او ماستر بلان ماستر بلان دي احنا عارفين التنفيذ ممكن ياخد وقت لكن الماستر بلان تخلص امتى؟ يعني عايزة اقول لحضرتك انه هو مش تخطيط فقط عندنا تخطيط وتنسيق ومتابعة ومراقبة حاجات كتير كلها بنسميها ادارة يعني حرك بتدير منظومة النقل داخل التلات محافظات الكبار اللي احنا بنتكلم عليه عشان نقدر نقول ان احنا عندنا يعني نجاحات سريعة او كده يعني انا ما اقدرش اوعد بالكلام ده ولكن احنا الجهاز ده المفروض انه هو حاليا في مرحلة تشكيل الهيكل احنا خلاص حطينا الخطوط العريضة بتاعته في الورشة العمل هيكل الجهاز التنسيق بينه وبين الادرات المختلفة مصادر التمويل المتوقعة ويقدر يعتمد عليها في شو اللي هتبقى ازاي بعض النقاط الاساسية اللي هيشتغل عليها الجهاز في الفترة اللي جاي طيب يا فنن بكل التوفيق ان شاء الله هنتابع مع حضرتك تطورات عمل الجهاز والانتهاء من وضع الخطة وبشكر حضرتك دكتور محمد العجرودي مستشار وزير النقل المشاهدين هنخرج للفصل قصير وبعدين نرجع علشان نشوف هل من الممكن ان حضرتك تستسمر الوقت اللي انت بتقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي في انك تعمل فلوس؟ خليكم معنا اشتركوا في القناة